كمان النادوة النهاردة اللي تابعها معنا شاهد يعني فيها كان فيها تفاصيل كتير النادوة لكن خلال اليوم ده اللي كان فيه احتفال خاص بالشهيد كلنا بنتابع العميد ياسر وهبة واصبح يعني واصل لقلوب المصريين كلهم صوته اصبح صوت معبر تماما عن القوات المسلحة والعميد ياسر وهبة بيتعمد او من صفاته انه هو بيلقي بعض ابيات الشعر في المناسبات اللي زي دي بطريقته طبعا المعتادة الجميلة اللي كلنا بنحبها عن حب الوطن واللي بتلاقي استحسان من الحضور ووصف العميد ياسر وهبة الشاعر صاحب كلمات او صاحب ابيات الشعر النهاردة الشاعر عطا نور قائلا الشاعر عطا نور راجل وطني بيعشق مصر وجيشها وكان في يوم من الايام احد جنود القوات المسلحة احنا معانا الشاعر الدكتور عطا نور على التليفون دكتور عطا اهلا بك معنا يا فن اهلا وسهلا بحضرتك يا فن اهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب في الاول واعتقد ان دي مش اول مرة العميد ياسر وهبة صوت مصر زي ما احنا بنسميه زي ما حضرتك سميته في بعض ابيات شعرك يستخدم ابياتك في هذه المناسبات الوطنية المهمة صحيح اول حاجة كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصر كله بخير وان شاء الله تعود دايما ذكريات مصر علينا كلها بالخير والسعادة دايما ان شاء الله ورمضان كريم اه تاني شيء المناسبة اليوم ومناسبة ملهبة والحياة سيادة اللواء ياسر وهبة سيد اللواء أنا حبيب أصلح المعلومة لأن أنا آخر مرة قابلته لكن هي اللواء ياسر وهبة نحن نوضي له التحية والتقدير على كل ما أدى من أداء راقي ومميز من أول الحيانة يعني من أول ما سيد اللواء ياسر وهبة برز على ساحة مقدم لهذه الندوات التفقيفية وأنا كان من طموحي وحلمي أن أصل بقصائدي إلى هذا الصوت الزهبي الذي لم يتكرر في تاريخ مصر فالحقيقة مدرسة في الأداء الصوتي في الإمكانات والقدرات والمواهد التي مكانه الله سبحانه وتعالى منها والحمد لله القصيدة الوطنية بصوت اللواء ياسر الوابة استطاعت أن تصل إلى القلوب وأن تحجز مكانها الطبيعي وأن تتبوأ مكانتها اللائقة بها في سدود الناس أنا يعني بشوف الحمد لله تفاعل واسع وأصداء واسعة لكل ما يقدم من قصائد وطنية وهذا يفعيدني جدا 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 وفعلا مفردات الأبيات بتاعت حضرتك وطنية وبسيطة وسهلة بتدخل قلب المتلقي وكمان زي ما حضرتك قلت بصوت اللواء ياسر الوابة بيكون لها شكل تاني خالص بتتعامل مع بعض من أكتوبر 2021 نعم الحقيقة من أكتوبر 2021 كانت أول قصيبة ألقا في اللواء ياسر الوابة وكانت من تأليفي وكانت الحمد لله لا أصب واسع وكانت مطلعة مضى من الله عهد لا خلوف له ألا طبيعة وأن الله كافيها وأنها مثل آي الله خالدة حروفها الله في القرآن يمجيها وفاقها القدر جنات مفتحة والنيل من شفة الفردوس يرويها جداولا ما تزال البهر جارية بأمر من قال باسم الله مجريها لا تحسبوها لغير الله راكعة فمصر لا تنحني إلا لذارها كانت هذه نقطة الانطلاق والحمد لله استمرنا صد الله على مدار أكثر من سنتين حاليا بفضل الله قصائد متتالية وتأثير واسع وانا بشوف حتى صد هذه الأبيات يمكن من أمس أحد أولياء الأمور أرسل لي مقطع لقصيدة كان يلقيها سياسة اللواء في الوابة الطفل يقف في طبور الصباح يلقيها فإلى أي مدى وصل هذا التأثير الحمد لله دكتور عطى هو أرسلك التحية النهاردة على الهواء مباشرة الحقيقة كانت تحية يعني أنا سأتباه جدا وللأمانة هي أرى للحقيقة أول يعني فوقي يعني مفاجأة سارة بنسبالي وسأتباه سعادة بلغة ولم أكن أعرف الحقيقة أنه سيذكر اسمي ويشرفني بأن يضع هذا المسام على صدري يعني يذكر اسم وينسو بديه الأداء لكن هي أخلاقيات وقيم المؤسسة العريفة وقوات المسلحة وأخلاقيات هذا القائد المميز الرائع في كل جواند الأخلاقية والمهنية والحقيقة هذا فضل كبير جدا وحتى أنا لما اتصلت أشكر سياتي لواري تراب على هذه النبتة قال لي ده حقك وده إحنا يعني حتى هو يرى أنه ده حقه وأنا بعتبره طبعا فصده الكبير لكن الرجل يرى أن هذا يعني لا هو يعني أصيل أصيل اللي هو ياسر يعني إنسان اللي يعرفه على المستوى الشخصي إنسان أصيل جدا وهقال هالي مرة على فكرة أنا كنت في مرة بسأله بقوله أبيات الشارع قال لي أنا لازم أنسب الفضل لأهله وهدقت حضرك سبقته يعني ثلاث أبيات الشارع كانوا مكتوبين فيه أنا بصراحة عجبوني جدا مستنيين إن شاء الله في كل المناسبات الوطنية القادمة المزيد من يعني الأبيات القيمة والمتفردة من الشاعر الدكتور عطى نور أنا بشكرة جدا لوجودك معنا وطبعا لابد نحن نوجه الشكر والتحية لإدارة الشؤون المعنوية في قواتنا المسلحة على تنظيم الجيد لفعاليات الندوة التسقفية سنة عن سنة الأمور بتتطور وأيضا كل البرموهات اللي بتتعمل وكل الأفلام الخاصة بالمناسبات الوطنية إذا كان يوم الشهيد إذا كانت ستة أكتوبر كل مناسباتنا الوطنية الشؤون المعنوية إدارة بتعمل بجد وباجتهاد وعلى أحدث النظم أنا اشتغلت معاهم فترة لما كنت مراسل وعارف كيف تعمل إدارة الشؤون المعنوية ناس وطنيين متخصصين جدا على قدر عالي جدا من الكفاءة والمهنية بنشوف شغل أفلام وتأرير وبرموهات وفعاليات على أعلى مستوى فكل الشكر وكل التحية وكل التقدير لأبطالنا في إدارة الشؤون المعنوية لدورهم لا يقل أهمية أبدا عن دورنا دور الإعلام ودور أي وطني محب لهذا البلد